أستاذ عائشة دويه من جناف ما الذي تكشفه النقاشات الحقوقية هناك لديكم فيما يتعلق بموضوع تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف أكيد ونحن اليوم قد ابتدأنا تولنا أشغال طور الخامسون لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة هنا بجناف أكيد نستحذر كل تلك القضايا العالقة كل تلك الانتهاكات التي تطال الإنسان بصفة عامة وأكيد حسب ولايتنا ومسؤوليتنا الأخلاقية وانتمائنا دائما يحضر معنا ما يطالو ساكنة مخيمات تندوف من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأكيد نسلط الضوء أكثر وأكثر على كل تلك الحلقات الأضعف داخل هذا المشكل الإنساني بالدرجة الأولى وهي الطفل أكيد أن مشكل الطفل وما يطالو الطفولة من انتهاكات جسيمة داخل مخيمات تندوف هو حاضر بقوة في مداخلتنا سواء إفادات كتابية أو شفاهية من خلال حتى الندوات الهامشية على هامش أشغال الضور الخمسون وأكيد من خلال تواصلنا مع كل إجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان قضية أطفال مخيمات تندوف تبقى هي القضية الأبرز التي يتمحور حولها ترافعنا بشكل جذري داخل مجلس حقوق الإنسان بالدرجة الأولى لما تعنيه ولما يطالو الطفولة هناك من انتهاكات ترقى في بعضها إلى جرائم حرب والتي للأسف لا تقابل إلا بغفلة دولية وصمت مريب وتواطئ من البلد المضيف الذي يتحمل كل مسؤولية القانونية والأخلاقية في هذا الملف نحن أمام ملف جد عويز ملف مثقل بالانتهاكات تتباين هذه الانتهاكات من عسكرة من عمل قصري من استغلال جنسي من استغلال سياسي وعسكري من تعليق الدراسة من التجين حسب الإديولوجيا الميليشياتية كل هذه الأمور للأسف تقع داخل مخيمات نور تحرم الطفل من طفولته تؤثر على نموه وتوازنه النفسي بالدرجة الأولى وأكيد ينضاف إلى كل ذلك معاناته النفسية والمعانات الجسمانية حتى أنها جعلت منه وسيلة في البروبغاندا الحربية وهي تطلب نسم الوقف في إطلاق الله اشتركوا في القناة